ناس كتيرة بتدخل الامتحان وبتبقى عارفة معلومات كتيرة جدا لكن للأسف يقولك أنا ما شوفتش آخر عشرة ساعة في كل ورق ليه بقى؟ لأنه ما تدربش كويس هو عنده معلومات كتيرة جدا لكن ما تدربش كويس نووي يخش الامتحان ويبقى عارف الابجكتف من الامتحان إيه؟ احنا عايزين نعرف الامارساس عبارة عن إيه؟ احنا بنشرح بس اللي مطلوب يعني الناس بتوع الانجليز يعني عاملين الجايد هو مديك البروتوكول اللي انت هتخش هتقابل الكلام ده قدامك فيه فأنا بدي نبزة بسيطة عنه علشان بعارفين التوزيع بتاعت الدرجات بتبقى ماشية زي الفاسكولار سيرجري بجلالة قدروا بأنه صابت سبيشالتي عظيم جدا فاسكولار سيرجري مش هيزيد الأسئلة من التلتمية سؤال عن من ثلاثة لخلص الأسئلة تمام؟ وهكذا كاردينثوراسيك وهكذا 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 الجزئية الأكاديمية بتاعت الأناتومي فيسيولوجي باسيولوجي مايكروبيولوجي فارما حيستولوجي الحاجات دي واخدى أباوت مور سين وان هندرد اندي ايتي ماركس فبنان عليه نحاول جميعا ان احنا ما نستغلش عمقنا في التخصص ان نحل بيه اللي متحيانت يعني مثلا انت دلوقتي في بعض الاسئلة الريكولز موجودة في جيبات وبيلاري والكولوريكتل والبريست والهيدان نكت وكده الاسئلة بسيطة جدا لو انت دخلت بعمق وفكرت انه هو الامتحان ده مش اما رس اس لا اف ارس اس او امتحان دكتورا هتبصت لها حضرك حلت غلال الامتحان ده ديزاين للطبيب حديث التخرج في اليوكي المعلومة دي ليه بقى عارفها يبقى ارتاح كتير قوي انا لما جيت اذاكر في البداية كنت انا كاردوسوراسيك اصلا افكر في السؤال بعمق ده الموضوع مش بسيط اكيد ده اما ارس اس اكيد السؤال ده يعني خطير يعني اكتشف بمنتهى البساطة ان الاجابة بتاعته انسرت اي سي دي مسلا انسرت انتركوسل درين شاس اكس راي حاجات سوبر فيشيال وحاجات يعرفها الدكتور الامتياز او الهوس اوفيسر اللي انت حضرك بتدربه تحت في الطوارئ فاعتقد النقطة دي كلير كده توزيعت الدرجات مش باهمية التخصص دونت يوز يور ان ديبث انفورميشن في حال الاسئلة وثالث حاجة هنشوف التأسيمة بتاعتني هو اتكلم عن شوية حاجات موديول واحد اتنين تلاتة لحد عشرة السيليباس بتاعهم المنهج كله بتاعهم بيتكلم في الحاجات ديات اول حاجات بايزيك سايينس نوليج بتيش م spotted جزئية ميديكيشن بايزيك سيرجيكو سكيلز assessment ومانجمنت للسيرجيكال بيشن pre-operative care of the surgical patient pre-operative واخت كبيرا الـ pre-operative خضعم فيها جزئية الانستيطة ميديكيشن خضعم فيها الـ pre-operative preparation الايان مثلا يماشي على كورتزون ايان بياخد عيان دابيتك عيان اللي همولوم بتاع قوليل اكتشافت العيان ده عنده وتشو اي في هتتصرف ازاي اللي سيرلايزيشا متاع الانسترومن تيشنز شوات حاجات بسيطة انوع الدرانة حاجات بسيطة جدا 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 لكن طبعا بدون الحاجات البسيطة ديت تفشل في الامتحان رغم بساطة الحاجات دي لازم تتغطى كويسة تاني حاجة الاساسمنت او الموديول السادس اساسمنت و ايرلي تريتمينت و سابيشن وستروم تروم برضو ليها جزئية كبيرة عملت أنا برضو فيها حاجة كويسة كوان سامارايز ات في الآخر خليت التروما أكوردنج تو اتش ديفيجن يعني مثلا معانا الماسكروسكيليتل أو جزية الأورثوبيدك حطيت التروما بتاعتها فيها النيورو سيرجيلي حطيت النيورو تروما أو النيورو سيرجيكال بيشن انتروما حطيته فيها الكاردوسوراسي خليتها برضو في الكاردوسوراسي بتروما هو طبعا على 40 دراجة وفي الآخر هسامارايز دي بالجايدلاين وبعد كده البيدياتريك بيشن ومانجمينت اوف داين بيشن معلاش هسئلة كتير الصراحة ويه أورجن انتيشو ترانس بلانتيشن 8 نقط بيتكرروا في كل امتحان وهم دول غالبا 8 نقط بيجوا مرة واحدة كده في كل امتحان والحاجات بتاعت الاودت والميديكو ليجا ريسبونسيبوليتي بيهافير وليديرشيب سكيلوس ادي الكلام ادي الاسكوب اللي احنا المطلوب مننا لو لاحظنا نلاقي البيزيك والكومن سيرجيكال كونديشن والبيزيك ساينس ونولج جي ريليفن تسيرجيكا بيشن اساسمنت مانجمينت بريو اوبرتف تروما بيدياتريك داينج اورجن تيشو ترانس بلانتيشن وليديرشيب سكيلوس انا بقول المقادمة دي ليه عشان انت تبقى قوير باللي احنا بنعمله فبرضو في الآخر احنا مش هندخل في اعماق الاعماق بتاعت كل حاجة احنا جايبين كل الاسئلة تخلصها وتحل عليها تتضرب عليها قبل الامتحن بفترة كافية وان شاء الله تخش تجيب فوق التمانين في المية انا موعدش فوق التسعين في المية ليه بقى الليفل بتاعي التسعين في المية عايز اكستيند الكورس معايا ناس بتجيبه التسعين في المية بس هو بيعمل اكسترا افورد راجل بيفوكس كويس قوي على الحاجات اللي بنقولها وبياند زيس خلاص ادى ناله اليوم مارسس بدأ يحل فيه والامور دي فانا نظامي الكراش كورس اللي هو الثلاث شهور بخلص لحضرك فيهم الاناتومي فسيولوجي باسولوجي مايكروبيولوجي وبعد البرانشات والسيرجيري والحاجات دي يعني مثلا المجموع اللي معايا دلوقتي اللي بيكلمنا على الخاص يبدي له مور ترينينج اللي عايز مور زن ولكم يبقى ادي الاسكوب بتاعنا انها معلومات بسيطة والامتحن ديزاين للحديث التخرج وقادي الاسكوب بتاع الحاجات اللي هنزكرها ان شاء الله نكست النيتر واحد لاناتومي واحد للتروما دول انا بشتغل فيهم بقية الحاجات دي كده بيزد على ريكولز يعني مش هروح وقالزمك بيه واجيب لك تفاصيل التفاصيل لا 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 بجيب لك المعلومة بسيطة بلاتابول ديليشيس تاخدها تبقى في دماغك يعني حاجة سولد وخلينا اسألكو برضو يعني الكلام بيجيب بعض خلينا اسألكو دلوقتي انت مثلا في ستة طب مثلا او في امتحان المجسير اللي عد عليه تلات اربعة سنين كمية المعلومات اللي كانت معاك كانت قدية كان عندك معلومات رهيبة مجلم مجامد ومذاكر كويس قوي طيب خلينا اسألكو دلوقتي هل فاكر الجزئيات دي كلها تحديدا لا صدق انه مع الوقت المعلومات بدأت تفيد اول وانت ما تبقاش داخل ومتحفز بشكل قوي جدا انك يعني ايه تدخل وتقرأ وتذاكر لا 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 دوئة سمارت يعني احنا مش خلو لحضرك حاجة انت دلوقتي معاك واحد قدامه نموذجين اهو واحد قدامه ميت معلومة كل يوم بيكررها والتاني معاه الف معلومة كل يوم بيقرأ منهم عشر معلومات واو اكد لحضرتك ان اللي معاه الميت معلومة بيكررهم every day every night بيستعملهم بمنتقى البساطة كده كمعلومات صلت في شغله ده بيخزن المعلومات دي في long term memory عن صاحبنا اللي بيذاكر الالف معلومة ده وبرضو ده ده concept تاني عملنا الكورس عليه ان انا هدى لحضرك المعلومات المهمة اللي بتيجي في الإجزام وبأكد لحضرك عليها وبنصحك وبطلب منك ان repetition is the mother of the skills بالتكرار هو أم المهار بتعيد وبيتزيد فيها وبامتحنك عليها بزاوية وبشرحها لك تاني وبرجعها لك بشكل تاني بحيث ان الجزئية دي كده تبقى بالنسبة لك خلاص بتدخل الامتحان مهما يلف بالسؤال انت عارف المعلومة فدي برضو كانت حاجة ايه على الهمش وبعد كده معانا ايه بيفصل استفاد في التفصيل بتاع الحاجات يعني مثلا الاناتومي physiology psychology microbiology والimaging دول معانا في الموديول الأولاني البيزيك ساينسز applied surgical anatomy واخدها original surface وimaging anatomy microscopic anatomy اللي مقصود بالهيستيولوجي وoriginal anatomy الحاجات بتاعت هتلاحز في كل شابتر في الاناتومي يقول لك حاجة فيه regions يعني مثلا cubiter فصة عايزينها femoral triangle عايزينه الحتة بتاع anterior والبصير triangle of the neck calot triangle وهكذا فيه كم region كده ليها surgical importance بنشرحها وبنركز عليها وبنحفظها صم وبنحل عليها كمان فهدي فكرة الاناتومي وبعد كده applied surgical physiology دول 45 درجة هنشوف دلوقتي والsurgical physiology برضو متقسمين وصابي سبيشيالتي كلام رخم شوية دلوقتي لكن الأمور دي كلها هتفك لما أقول لك هنشيل الورق ده في التراش ومش هنرجع له تاني عشان أورح حضرك الشغل بتاع تمام طيب بعد كال pharmacology جوزية حكات بسيطة برضو analgesic non-steroidal البرستامول والمورفيا الانتيباتيك cardo-bastcom medication anti-epileptic anti-coagrant ريسفلات الدراكس برونكو ديليتر الحاجات دي تيروزامايد والسيزايد الحاجات بتاعت الديوريتك وشغل الاندوكراين الديابيتس والسيروكسين والأمور دي ولكل والجنرال الانستيكس المايكروبيولوجي برضو جمعوها في شابتر صغير كده والإميجينج في صفحة واحدة ان شاء الله باللملك الدنيا دي كلها بعد كده بيخش على common congenital and acquire surgical GIT في حاجات مطلوبة البرست في حاجات مطلوبة الفاسكلور الحاجات المطلوبة فيها وبعد كده البالمونري ديزيزيز كان في السيرجي باستولوجي أو جزئية بتاعت السيرجير بتاعها كاردوس راسك يعني وآدي الجزئية بتاعت المسالك التروما والأورثوبيديكس ديزيز السكن والهيدا والهيدا والهينز نيورو والنيورو سيرجري وبركزوا على حاجات كده يعني مثلا احنا كنا بنذاكر في الهيدا نيك مثلا بنذاكر الباسكوليتش بنذاكر المصروف مستيكيشن حاجات كتيرة وبينسيب مثلا في الحقيقة بقى ان الناس هنا مهتمين جدا بجزئة الكراني النيرفز أو الهيدا نيك والنيورو والسباين عليهم حوالي 20 درجة منهم 12 درجة cranial nervous الأكشن بتاعهم الفورامين اللي طالع منه النيوكلياري اللي طالع منه لو حصل lesion أو damage في الباسوي بتاع اللي بيحصل فتحس ان الاناتومي هنا معنا فوكز على حاجات احنا ما كناش بنركز عليها الجزئة دي كنا بنفس بريفلي كده يعني عمل القصة دي في صفحتين يعني 12 درجة ان شاء الله في صفحتين وبعد كده الاندوكرين ديزيز طبعا السيريد ويه الدزيز بتاع اليمفوريتيكولر هباة السبلينوميجالي اليمفادي النوباثي شط حاجات تاعت الامميونتي كل ده ان شاء الله هنفهم حضركم اللي مطلوب في ايه بالضبط البيزيك سيرجيك ساينز من الهيموستيزيس والتاين والكلوجر للوانس والانسجن سبرفاشل تيشو والهيلين بروسس والأمور دي كلها Principle of Safe Surgery Preparation للسيرجيري يعني مثلا هجيلك سؤال مثلا هقولك الولد طفل ثمان سنين healthy وعنده chronic tonsillitis وهندخل نعمله tonsillectomy ايه الpreoperative preparation له وهدي لحضراتك الاختيارات هنطلب CBC أو Coagulation Profile Renal Function Tesis Lever Function Tesis أو آخر حاجة non of the above CBC Coagulation والحاجات دي كلها non of the above مش محتاج حاجة الناس برضو هناك يعني نصحين شوية غيرنا آآ مش كل واحد شغال بدماوي لا هم evidence based medicine يعني مثلا جالوا السنة دي ألف طفل هيعمل tonsillectomy عمل للألف طفل CBC وكلهم normal هل التس ده ليه قيمة ولا مجرد نحن بنفسر من الكتس ألف فحص وخلاص بخد بقى الحضبطك هو دورنا بقى ان شاء الله ان احنا هنحط تصوبيعكم على الموديل answers الريد فرانس بتاعي طبعا انا اقل لكم علما خدوا بالكم مفيش مقارنة الراجل ده اخصائي وانا مالي ومالي جي اس لو هقارن نفسي بالبلاستيك مفيش مقارنة خالص ماينفعش انا افتي اصلا في ووند هو شايفه او ده تندون ده عايز ربير او الحالة دي عايز يعني انا اقل لكم علما في السابس في الشيالة بتاعتكم لكن دي حقيقة عشان ما حدش يقول ده متوضع والكلام ده لا دي حقيقة فعلا دي حاجات مجردة يعني لكن انا يعني اشتغل على بنك هو طبعا يعتبر او اكبر بنك اسئلة محترم بيجي منه بالنسبة يعني بالنسبة في فدخلت على وجبت لكم الزتونة زي ما بيقوله يعني سمعت ما تفكرش بالشكل اللي انت بتفكر فيه بالعمق فيه مثلا ودي عايزة اتربط وسليب دي مش عارف ايه وسليب دي كلاب وانجيو او هي هي كم علومة كده هنقولهم هنا احتفظ بهم وان شاء الله تعدي في الامتحان عشان لما تعدي في الامتحان هتفرح وانا عارف واثق ان السبب الاساسي للجمع ده مش ان واحد عايز يسافر برا اوكي فيه ناس عايزة تسافر وفيه ناس بتاخد الشهادة دي عايز يحس نوع راجل كده سوبيريور وراجل عايز يبقى علامة ووس زميله وفيه ناس بيحب يجمع شهادات فكل واحد بيبقى له زاويته في الشهادة دي بس جميعا كلنا مجتمعين علشان احساس الفرحة اللي بيجي بعد النجاح صح ولا انا غلطان يعني لحظات نوع انت نجحت او انت الحمد لله خدت الشهادة او انت كذا دي من اللحظات الجميلة اللي يعني ما بتتنساش بتفاصيلها فاحنا متجمعين عشان نفرح نقعد بقى نذاكر من تكاس بوكس ونزعل ولا نسمع الكلام ونفرح اسأ الله لنا وليكم السعادة يا رب في الدورين الدنيا والاخر واتمنى ان شاء الله ربما سبحانه وتعالى التوفيق يعني اننا اقدر رسالة في خلال التلات اربع شهور اللي هنصحب بعض فيهم دورا اعينوني على نفسكم بحاجة اول حاجة الدعاء يعني انت بينك وبين نفسك قبل ما بتنام بتصلي ركع واحدة بتصلي ركع واحدة والكلام ده بقوله مع كل جروب بتصلي ركع واحدة وفي الركع اللي هي اللي هي بتاعة الوتر يعني ان الله وتر يحبه الوتر ادخل بنية ان ربنا واحد وانا رب بعمل حاجة عشان انت واحد فانا بصلي الوتر وانت في الوتر طلع صدقة اقل شيء ربع ريال نص ريال طلع صدقة الصدقة دي واقسم بالله ليها مفعول السحر قد اتنين وبعد كده بمعنى ايه اولك حج الحاجة دي اللي كان يعرفها كان هيلخص على نفسه مشاوير طويلة انت وحضراتكو تعرفوا ناس زمائلنا داخلوا امتحان مثلا الهيئة تلت مرات امتحان الهيئة فعلا انا اعرف ناس وناس شطرة جدا وطبعا بيمتحنوه في التخصص بتاعه بس بينجح من المرة التالتة ليه بقى المانجمنت بتاع الاكزام بس انا اقولوكم حاجة دي هتنفعكم في اي مكان ان شاء الله هتروحوه في حياتكم تمام هتقابل هتقابل في الامتحان ده او اي امتحان في الحياة تلت انواع من الأسئلة الامتحان ده خلينا نتكلم عن الامتحان لوهات 300 سؤال اللي جهندول ان شاء الله السؤال الاولاني انت عارفه كويس قوي والسؤال التاني انت ما تسمعش عنه اصلا ما شفتوش خالص في حياتك يعني مثلا بيقولك شكل التربة اللي على المريخ ايه حاجة انت ما شفتاش خالص والسؤال رقم 3 اللي هي غالبا بتبقى المين بلق لجميع الطلب المجتهدين يعني انك عارف السؤال ده بس يعني confused هي الانصر A ولا B C ولا D مش بيحصل ده الاغلى انتو بتشوفوا اسئلة تانية غيري التلات انواع دولة انا بتكلم عن طبيعة حلك في الامتحان انت بتشوف نوع بعد كده انا هضرب حضركك على ان السؤال اللي انت عارفه بتحله في وان شوت والسؤال اللي انت مش عارفه بتحله برضه في وان شوت وما تعملش عليه علامة السؤال اللي انت confused دي فيه حل اغلب الظن واعمل عليه علامة عشان ترجع له ويدوس سؤال بعد سؤال بعد سؤال بعد سؤال بلا تردد وفضي وقت للي انت عملت عليه العلامة اللي اسمها هنا في الامتحان بتاعنا فلاج هترجع لهم ايوة هترجع لهم لما هتشوف السؤال مرة تانية هتنجح هتحله تمام هترجع للفلاج سيب وان كلك طيب هو ده على العموم السكرت بتاع انك تعدي الامتحان انا اوصل لكم على السكرت خلاص ما انتوش محتاجين الكورس بقى عندي كونسبتك كمان انت حضرتك لو بتذاكر ست ساعات في اليوم انت مش محتاج كورس انت محتاج بس كتاب ولا حاجة ولو هتقعد ست ساعات في اليوم ما انتش محتاج كورس تمام خلينا اتفق على كده هطلب من حضرك اننا هتقعد معنا مثلا في الأسبوع مرة او مرتين غالبا هقول لك اقرا هتحضر مع المحاضرة هقول لك اقراها قبل ما تنام في نص ساعة نص ساعة يا عم احنا عارفين المذاكرة دي بتقعد على ديسك وبتشرف فنجان اه وتقعد لحد ما ظهرك تقطم وكده صح ولا ايه لا لا احنا هنحتاج هنحتاج كده بس لتر اون مش دلوقتي لتر اون بعد شوية تمام وهقول لك تعالى تاني يوم بص بص على العنوين والصور في نص ساعة وهقول لك كمان تعالى كمان مرة في نص ساعة بص بص كده ويقرأ شوية تفاصيل يعني بدل ما تقعد الساعة ونص مرة واحدة على المحاضرة لأ اسمها على ثلاث مرات تمام ده السكرت رقم اثنين اخدع المخ بتاعك انه شاف المعلومة دي ثلاث مرات عكس ما تقعد وترهق وتيجي بعد كده اقول لك يلا في محاضرة جديدة انت تبقى متدايق المذاكرة محتاجة مجهود وعرق والقصة دي بس اللي مش هيعملها مش هينجح يعني اللي مش هيعمل القصة دي ترجع لطريقته المتعود عليها يقعد يزاكر الساعتين او الثلاث ساعات على المحاضرة تمام لو عملت اي كان جرانتي لو عملت اللي بقول عليه اي كان جرانتي انك سموستلي وسمارتلي هتباس ان شاء الله هتبقى المعلومة كلير وجميلة في الدماغي تمام لكن لو عملت مرتين وسبت المرة التالتة سوري انا مش رسبونسي ولا اللي انت بتعمله تمام يا جماعة قد السيكري رقم اثنين طيب احنا كده قلنا التو سيكرتس الاولاني برضو هدعم النقطة الاولى علشان فيه ناس انا حاجة اتكلم بسرعة بس انا عايز كل كلمة تسمع بالقلب مش بالدماغ كمان التالت انواع من الاسئلة اللي انت حضرك بتدخل عليهم في الامتحاد هكذا الحياة وهديك مثال صغير كل واحدة هندخله على وورد فيه عشر عيانين من السبس بشيالي بتبتعه لعشر دهائق ادخل علي كل سرير وديله العلاج المناسب بتاعه اخدوا بالكم الاكزامبل ده معايا فيه الواقوي الدكتور جاء داخل على العيان الاولاني لقى عنده فستولة بتخر دم بتنزف فعلى طول الحالة التانية دخل لقى عيان واقف كده وعنده يا دكتور انا عندي نكتورنل بين بري انكل فانا عايز الحل على طول انت هنعمل دوبليكس وخد الستوكين كومبريشن ده وتعال لنا في الاوب دي في دقيقة ده اقل من دقيقة او ده اقل من دقيقة والعيان التالت نموذك تالت كرونيك لمبس كيميا هيديلهم انتي بليتلت وهيمشي على كم ميديكيشن بتوعهم دولة والعيان الرابع عنده اورتك انيوريزم ومعا السونار بيقوله اربعة ونص سنتين والعيان الخامس هكذا العيان سادس جوايا في الدكتور قال له استنى يا دكتور اسمع ده انا مشكلتي مختلفة شوية ده انا رحت لدكتور فلان وعلان وعملت وسويت وخليت وانا عندي مشكلة شكلها وناس بتقول جيناتك وناس بتقول مش عارف ايه العيان خد من الدكتور ديئتين وراح يكمل التالتة الدكتور جي عامل كده وراح يفتكر فجاة جاري على الاربع سرير التانين لحد ما جم رنين الجرس رنوا الجرس وقالوا 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 عند الحالة التامنة صح؟ السرير رقم تسعة والسرير رقم عشرة كانوا بمنتهى البساطة واحد سوبرفشيا دكتور يقوله خد لانالجيزة ديت والعيان الاخير عنده هيمانجيومة هتحضروا العملية بعد شهر شهرين من اما العيان يفضع السريرين الاخرانيين دكتور معرفش علاجهم رغم انهم تفهين جدا علشان ضيع وقت في السؤال اللي هو مش عارف هو عايز منه وإيه أصلا خدت بالكم وإيس عليه حالات القرس وإيس عليه حالات الجي آي وإيس عليه كل وإيس عليه امتحان لو انت داخل السؤال الغريب قوي قوي عليك ده هيحرق لك البريم بتاعك على الفاضي وهتضيع اسئلة سهلة لانك انت استنزفت كل قدراتك خلاص ما عادش عندك اللي تديه أحيانا فيه سؤال يا جماعة تشوفه يستفزك يخليك عايز تحله وتقعد تعصر دماغك وتقعد تفكر وتبص في السماء كل ده وقت كل ده وقت تبصت لقيك أخفقت فعلا وسبت أسئلة أو جيت سؤال انت عارفه مش قادر تركز خلاص وده بيحصل لنا كلنا أحيانا بيحصل لك وانت عارف المعلومة ان هو انت العشر دقيق دولت بتخش عليهم تعمل زي ما بقول حضراتك بالزبط السؤال اللي انت عارفه لا تتردد فيه ناس بقى دي بقى مشكلة كبيرة وانا بحاول أعالجها ومش لقي لحل بس ان شاء الله هحلها معاكم يعني اللي بيبقى عارف الإجابة ويخايف يحلها يعني ويعمل المارك عليها لا حاسس معقولة بالتفاهة دي يعني معقولة السؤال إجابته تافهة كده أيوة إجابته تافهة كده واللي في دماغك ده صح وحطها يعني دي برضو مشكلة سيسنية بتواجهنا في الامتحان يعني فأعتقد كده الامج وصلت الحمد لله يا رب العالمين الحاجة التالتة معنا في الكورس احنا منظمينه بأسلوب ماركس بيزد بمعنى ايه عندنا موديول أولاني أناتومي لوحده كده 75 درجة 75 درجة من أصل 300 يعني الرابع والموديول التاني فيسيولوجي باسولوجي 75 درجة وهنعرف دلوقتي والموديول التالت اللي هو البري أوبرتف والكونسنت والأودت وشوية حاجات كده تحبيش يعني والترومة والإميرجنسي والفارماكولوجي والإميجنج والمايكروبيولوجي حتى تطعى معاها الموديول الرابع الجراحة كل موديول من الأربعة دولت 75 درجة نظامي ايه في الكورس بدخل مثلا على الموديول الأولاني بنخلصه وبندرب حضرتك على طريقة السؤال بيجي في النقطة دي زي وبعد كده يلا فيه امتحان ما بندخلش على الموديول اللي بعده إلا وإحنا مدين امتحان للموديول ده اللي بيجيب 75% فما فوق بيبقى كده الدنيا ماشي معاه تمامي لأن بعد ما بنتخلص النظام بالشكل ده بنرجع بقى نمتحن تاني وتالت ونجيب أسئلة الريكولز اللي بعتلكم اتحلوها دي بعتلكم الموديل الأنصر وقل لك جبت كام بسيليكت حاجات كويسة فليمارس اس علشان تفهم السؤال بيجي ازاي ومرنك عليه فده نظامي في الكورس كلام اللي أنا قلته آدي يا جماعة الخير أبلاي سيرجيك الأناتومي 75 question in total آدي 75 من 300 الرابع وآدي الموديول التاني 45 سؤال فيسيولوجي تمام وبعد كده الباصولوجي شوف تحت آيات 37 قول مثلا 45 وأربعين تمام هي سبعة وتلاتين وخمسة وربعين هنجمع دول مع بعض كده قول مثلا 40 وتلاتين سبعين خمسة وسبعة اتناشر يعني 82 أدي 82 يعني نقول الرابع برضو مشيها الرابع تمام ده الموديول التاني معنا وده الموديول الأولان الأناتومي 75 وي الفيسيولوجي باصولوجي نمشيها برضو 75 زيو نكست الفرما تمن اسئلة خد بالك بقى زي ما أنا بتتفق معاكم على النظام كده هم الناس هنا بتتفق معاك فعلا ده الاتفاق يعني مش هتلاقي في الفرما كولوجي طالب لك هنجيب لك 8 اسئلة تبص تلاقي جاب لك 16 ايه ده ايه الناس اللي بتتكلم بجد دي يعني دي مش مثلا زي دكتور مخادع قالوا لك طب ايه طب ماشي وحطي لك مثلا الاسئلة كلها مثلا في القرس وبيدك مفيش كده لا بيوزعها التوزيع اللي حضراتكم شايفينه ده يعني عشان كده جايب لكم الريفرونس ده عشان تبقوا مطمئنين ومثلا الليميت دايق مثلا من شابتر ماشي عم مع الدي يعني لو انت الشابتر ده لا اسمح الله لا قدر الله ما عادش عندك وقت والشابتر ده مش عايز بصي فيه خالص لن يدرك شي بس طبعا احنا مش نعمل كده بس انا بديك الايه الامج يعني الامجينج خمسة سئلة المايكروبيولوجي سبعة سئلة الداة انتربيوتاشن والاودت ثلاثة سئلة والحطة دي ريخة مقاوية على الناس كلها بتاعة الداة والداة انتربيوتاشن والكلانيكال اودت والكلام ده وبعد كده شوفي الكمان سيرجيكال والاكواير سيرجيكال كونديشن خمسة وربعين سؤال في التوتال شي اي سبعة البرست تلاتة الفاسكولار يدوب اربعة كارديوفاسكول بلمونر الكارديوسوراسيك بتاعي اربعة اليورو اربعة الاورثوبيدك سبعة يعني السبعة وسبعة دول اكبر برانشين بيجي منهم الكنسر سيرابي بناخد بس اسامي الحاجات تاعت المهمة واللوكيميا المهم طبعا يعني برضو ناخد لكده علشان نبقى فاهمين احنا ايه داخلين على درجات زي بري اوبرتف اساسمنت ومانجمنت سبعة انتر اوبرتف خمسة بري اوبرتف اتنين بست اوبرتف تمانية جمع دولة هتلاقيهم مع دولة مع والايفي والهيمستيز والبرودة وميتابوليك ويندوكراين هتبصط لها خمسة تلاتين وبعد كده معك تلاتين سؤال في الحاجات بتاعت التروما التروما جنرال اربعة الشوك والمانجمنت والشوك والميديكيشن بتاعت الشوك اتنين الواندو الصوف تيشو اربعة البرن اتنين سؤالين زي سقول بنتضرب عليها خلاص وانتهينا وبعد كده انا موزعها كده تلاتين سؤال في التروما ودي حاجة بسيطة ان شاء الله البيدياتريك سيجري سبع اسئلة ومتوزع بيدياتريك كيدا النك بيدياتريك سوركس بيدياتريك ارثوبيدك بيدياتريك كاجيو اي تي فأمور بسيطة ان شاء الله وبعد كده ميديكوليجا الاسبكس لوالكنسنت يبقى هنا تلاتة هناك وتلاتة هنا حاططتهم ان شاء الله في محاضرة واحدة وبعد كده كواليتو في اجزامينيشن وبيقول لك قدي احنا ناس جمدين جدا في طبيعة الاسئلة والامور ديات وهنا نظام الامتحان عندنا الورقة الاولى والورقة التانية مية وتمانين ومية وعشرين يعني فعلا احنا بقينا لك يا جماعة الامتحان قبل 2018 قبل البرتوكول ده كان نظامه غبي جدا ومعقد كان كنت بتدخل على اللي هو ويديك عشر 10 ديزيزيز وعشر سيناريوهات تقرأ الديزيز وتروح تدور على السيناريو المناسب له وتماتش كانت تايم كونسيومنج وكانت حاجة غبي جدا دلوقتي نظام كله امسي كيو واحنا لكن تدربنا كله إن ما كانش جيفان اكاونتون في الامتحان السابقة جيفان اكاونتون كنا بنمتحن امسي كيو فاحنا قريدي بريبيرد يعني تمام فاللي ماينجحش الايام ديت مع بنوك الريكورس وبنوك الاسئلة الجميلة وتبسيط المعلومات وتأكيد في الكورس مثلا بتاعنا ده مركزين على المعلومات بس اللي احنا عايزينها فلا اللي يخفق يلوم نفسه ويكلمني يكلمني بعد الامتحان يقول لي عامر انت قصرت معايا اول ما يريني علي اول ما يريني علي بعد الامتحان ها في الموبايل ومش هرد عليه طيب الورقة الاولى هي بيتكلم فيها الأناتومي فيسيولوجي فرما دلوقتي كانت برضو راخمة يعني كانت مئة وتمانين يعني تلات ساعات ستين وستين مئة وعشرين وستين كلهم على بعض تلات ساعات كان نظام من فترة بتدخل تقعد تلات ساعات كاملين لا طبعا دماغك بتتحرق دلوقتي يجوه ما عاملينه تسعين وتسعين يعني الورقة الاولى ديت تسعين وعشر دهائق بوز وبريك حمام كوبات مية ودرجع تاني تحل التسعين تمام كلها مع بعضها كده الورقة الاولى وبعدك الورقة التانية اللي هو الجراحة بقى والبريك أوبرتف والتروما يعني الورقة الاولى المئة وتمانين لو لاحظتم كلها الحاجات بتاعت البيزيك ساينسز واخدين بالكم الورقة الاناتوم فيسيولوجي باسولوجي فارماكولوجي مايكروبيولوجي الورقة الاولى 180 دقيقة ب180 سؤال تلات ساعات الورقة التانية دي 120 يعني 60 دقيقة أو 60 دقيقة ويساعتين مع بعض الورقة التانية خدوا بالكم بقى بتيجي في الورقة التانية وتلاقيك تماما يعني ثلاث ساعات وبعد كده خدت بريك ساعة الناس وصلنا خلاص العصر أزن أولى امتحان بيتعمل الساعة 10 11 تقريبا من توقيت السعودية تيجي في الورقة التانية خلاص ما عودش قادرت يعني ما عودش قادرت فيه ناس والله بتسيبه الإجزام وبتمشي خلاص يعني ليه لأنه بيواجه سترس جديد جدا اللي تشالنج اللي بيواجهه إنك لازم تبقى عندك كل عشر دقائق كده عزيمة متجددة دافع جديد إنك لازم أنجح لو ما نجحتش أنا هموت اللي هو يبقى عندك موتف تو بي أو نوت تو بي لو ما عندكش الموتف أقوى من إنك تصبر وتقعد وتركز وتفكر في كل سؤال كأنه لسه أول سؤال بتشوفه والله العظيم الامتحان بتخسره لما هنيجي إن شاء الله ونديك الموك إجزام اللي هو امتحان يوحاكي الامتحان الفاينل وأقولك الورقة الأولى والورقة التانية أنت هتقولي الامبريشن بتاعك مش هتفهم الكلام دلوقتي مني أنت هتقولي الامبريشن بتاعك إيه خلينا برضو ما نسبقش الأحداث لك إن شاء الله إحنا بنعمل جاهدين إن أنا أساعدك في إنك التحديات اللي بتقبلها في الامتحان دي هتعديها نشوف نموذج الأسئلة اللي بيجيبوها بص يا فان السؤال الأولاني ده بيبقى نمط الأسئلة ودي آخر صفحة معانا في الوريينتيشن ديت وأقولكم بعد كده إيه شكل الموديول بريفلي ونتوكل على الله سبعة ستين سنة عيان عنده الريزميا ايه ده ده سؤال تفع جدا يعني الاسي نود والإي نود والبركنج فايبر وكلاء يمين وشمال الفرنك نيرف لا انترا ايتريال سيبتم لا فايبرس سكيلتون اوف زهارت اعلقت لا كوردة تينديني دي عضلة لا افي نود آه أه والله يا جماعة سؤال بيجي في الامتحانات تمام أوما أنا رأي بقى أجيب لك أجيب لك إيه كو واشرحه لك ولا بيمنتهى البساطة أقول لك الكوندكتف باسوي اوف زهارت في صورة صغيرة كده وحفظك الكم معلومة وتحل علوم الأسئلة وتخش الامتحان بمجرد النظر افي نود تعمل صحة وبتمشي تمام يا جماعة يلا نشوف نكس كين 75 year old woman هو هذا كارس نومة أو the distal rectum under the anterior section بلات سابلاي أو the tumor فين هي يعني في الحتة دي قبل الاينل الدستال ريكتم بتاخد بلات سابلاي معين ونقول مثلا جزئية بتاعة البروكسيمال ريكتم بتاخد من حتى معين هنا بتاخد من إيا فندم هل من السيلياك أرتري لا السيلياك ده بيغزي الفور جات اليوكوليك لا انفيروميزينتريك أوكي ممكن انترنال إلياك والله برضو ممكن سوبروميزينتريك لا مش هتبقى إجابة فينال انت هتشوف الحاجات دي ان شاء الله هي معلومة بسيطة عارفها بتخش تجيب الدرجة مش عارفها بتخسر الدرجة حتى لو قريبة من الصح لأن الامتحان اسمه إيا فندم نشوف السؤال اللي بعده وبعد كده فقد التمية سنتي في الهايت الست بتأسر وراحها للجيبي عشان وعندها الكالسيوم أليل الفوسفيت نورمال جي اف آر بتاعها مصبوط معندهاش كدني بروبلم البراثيرويد هرمون آه عالي البراثيرويد اللي هو البراثيرويد هرمون هرمون عالي الست دي عنده ايه هايبوباراثيروديز ولا برايمري هايبرباراثيروديز ولا ساكندري هايبرباراثيروديز ولا تيرشري هايبرباراثيروديز دي طبعا بعتلكم جدول ان شاء الله جدول صحيح كده هيعرفكم الإجابة دي بس أنا بوريك الأسئلة بس مش لازم تجاوبوا طبعا احنا عندنا ثلاثة انواع يا جماعة primary, secondary, tertiary كون عندك knowledge اكتر من عندي ما عنديش مشكلة خلص وده طبعا لكن انا عايز حضرتك معايا يبقى الجزئية اللي عندي في دماغي في المارسس يبقى عندك وعم ربنا يبركلك بزيادة المعلومات اللي انت عايزها دي. لا هي primary غلط. secondary بيبقى البراثرمون عالي هما طبعا الهيبربراثردازم كل البراثرمون عالي فيهم. لكن secondary بيبقى ايه? هيبقى الام. وقافر سؤال معانا هوات بالشكل ده طبعا مش هنحله ولا هنقرأه. وكان النظام القديم بيديك ورقة answer sheet بالشكل ده ويديك الام رصاص. كان نظامهم basic جدا. الام رصاص. السؤال رقم اتنين مثلا. احنا السؤال رقم تلاتة اللي حلنا ده. الانسر بتاعيتنا ايه? secondary D بتعلم على D. بتعلم علامة كده على D. ما تعملش كده وكده وكده وتعمل على D صح. لا. بتظلل النقطة دي بس. لكن الكلام ده replace. الكوريكولم بتاعنا ادي الموديول اللي احنا عاملنا هوات الاناتوم في السيولوجي باسولوجي بريوابرتف مايكرو اميج اميونولوجي وستيستيكس. اميجينج فارما امرجينسي ترومة. ارثوبيديك بريست اندوكراين. وي اليورو بلاستيك بيدياتريك. فاسكولر ديرما وانكوسيرجي وارجان ترانس بلانتيشن. يعني انا ريفرانس بتاعتي. وفوزية ومعنا كمان طول ما احنا شغالين مع بعض يلا حل معي. والمفروض الواحد يتفرغ على الاقل لاسبوعين. اضعف الايمان عشر ايام. اضعف الايمان عشر ايام قبل امتحان تكون واخد اجازة. يعني انا الدين يومين هنجز في كل حاجة. لكن ما تدينيش اليومين دولت في مدار لاسبوع. الدين يومين قاعد في البيت. لكن تقطيعة الايام ديت اه بتبوز دوني خالص. احنا خلصنا النهاردة كده ايه الاورينتيشن بتاعتنا. بس يا حضرات. الصورة اللي ممكن تشاهفها يا جماعة هي الناجح هو من احسن استغلال الوقت في حين ضيعه غيره. طبعا هنا ريفورد ليخفى عليكم من اشهر اه رواد الاعمال وصناع النجاح في العالم كله. بس هي ما اقول اعجبتني فاقولت ايه اقولها لكم. يعني انت احنا كبرنا لدرجة نوع مش هنعمل جدول بقى والجدول مزنوق والساعة الاولى كزا والساعة. لا البصلة. البصلة نظم حياتك من هنا وراح بالبصلة يا جماعة. يعني في الوقت الفلاني التلات شهور الجايين بوصلتك ايه? واحد عايز يلعب جيمز يجيب بلاي ستيشن جديد والبصلة بتاعتك ايه? مبدئيا البصلة بتاعتك ان الاربع شهور اللي انت جاي اللي انت جاي عليهم دولة هتشتغل فيهم. تذاكر وتكتهد. ادي ببداية النجاح. يبقى انت موجه نفسك صح. تاني حاجة ابوة بتاخد وقت دي من الفترة اللي انت فيها في الموضوع ده. تقريبا عدد المحاضرات بتاعتنا كلها. تلاتين محاضرة فما اقل. وفي اه محاضرات بتبقى انتر اكتف. نحل اسئلة مع بعض. بديك بتاع المحاضرة قبلها. بحيث نك تمر مرة كده سريعة كده. تحطه طبعا تهيئه على المنصة اللي بذكر عليها. يعني اللي بيطبع يطبع. انا ما نصحش بالطباعة. انا اقول لكم برضو افضل شيء يعني يفيدك او في الكورس ده. ويبدو قولك بتبص بعنوين سريعة كده بحيث انك يبقى متأهل نفسيا للكلام اللي هيتاخد مهارده. وقولك تجمعه ازاي في الاخر. هو هيبقى معاك الكتاب. يعني بدل ما ادهولك مرة واحدة. لا انا هدهولك حتة بحتة. والحتة دي مطلوب منك انك ما تسيبهاش كده. بص فيها نص ساعة. ونص ساعة. ونص ساعة. انا مش عايز اديك الكتاب. واحد يقول والله العظيم يعني ايه الموضوع بسيط ده عشر صفحات اخلاصه مبتاع. لأ. انا بديهولك حتة بحتة وكل حتة اجتهد فيها وخلاصها بشكل كويس. وهتدعي لي بعدين. وقراها تلات مرات. تلات مرات. انت وصرعتك بقى. انت وقادة. كان معايا مثلا زميل سوري. الانجلش معاه في مشكلة. فكان بيضطر ان هو يعمل ايه. يزاكر اكتر. فده كان عنده يعني مشكلة في اللغة. بياخد وقت اطول. انا شايف ان هي ايه محاضرة. هتبقى نص ساعة. بس ايه راية سريعة. لان انا بشرح كل حاجة انا كاتبها. انك تبريزيرف المعلومة في الزاكرة. سيبك بقى. انا اقول لك تبريزيرف ات ازاي. المعلومة دي انت عايز تستفيد بيها في حل اللي امتحنه في الحقيقة عمومة. المعلومة انت بتسمعها مني. وبتاخدها. يعني انا شريح لك النوت. والنوت اللي مشروحة منها دي. هتجيلك. اقراها بقى. ومرة كمان اقراها. ومرة كمان اقراها. بس اللي اجتي الناس اللي معي كويس جدا. بفضل الله. لاني بزعم ان انا افضل واحد بيدي كورسي مارسلس. انا بزعم. ماشي. بزعم مع نفسي براحتي. بس حقيقة. حقيقة انا بعمل ماي بس. وخلي الناس اللي معي دايما شيرفل. يعني ربما احط لكم تحان تجيبوا في مية في المية بس ده علشان المطلوب حضرتك نفسيتك تبقى علي على طول. واخد بالك. يعني انت تجيب فيه ستين في المية وتبقى متكدر وزعلان. لأ. نفسيتك اهم حاجة. وهقول لك كمان انت لازم تخش الامتحان حتى لو انت ما انت شفاهم اي حاجة لازم تبقى داخل الامتحان اسد. داخل الامتحان شخصية قوية. شخص واسق. جدا من نفسه. وإذن ان المعلومات اللي عنده ايه لا. انه ازاي هيقعد ويكمل الامتحان بهمة عليها لحد اخر سؤال. اخر سؤال زي اول سؤال. يعني كمان في برسوناليتي تشينج ستحصل معاكم ان شاء الله معانا في الكورس ده. واحد اتنين هيتجننهم. واتنين هيروحوا واستشفى لأمراض العقلية. لا طبعا ام جوكينج يعني. لا ادائك ان شاء الله هيبقى احسن. في المانجمنت بتاع الامتحان ادائك هيبقى احسن كثير. بس انا خلصت. سبحانك الله وبحمدك. نشهد ان لا الى الى انت. نستغفرك ونتوب اشتركوا في القناة.